أنت بيسان اسماعيل المشهورة الأد على وسائل التواصل الاجتماعي وصاحبة الملايين كم مليون عندك؟ عندي على اليوتيوب 10 مليون وعلى الإنستجرام 6 مليون وعلى تيك توك 12 مليون وين كمان؟ وعلى سناب شات مليون هلأ جديد فتت على سناب شات هيدولي بيتقرر شو؟ كيف يعني؟ يعني هيدول الملايين بيعطوك ملايين بالمقابة المادية ملايين لا أقل؟ يعني أقل بس بيعطوني نجاح وبيحفزوني أني أنا حقق حلمي أهم من أني أخذ ملايين نعم كيف كيف عملت هالملايين بيسان؟ هلأ أنا إذا بدي أعمل هالملايين كيف؟ صراحة أهم شيء الناس اللي حواليك يكونوا يعني أنا الناس اللي حوالي مثل ماما بتضل بتدعمني هي هلأ اتنا وعم نحكي عم تصورنا صح أتنا الله يطول بعمره الله يسلمك فأهم شيء الناس اللي حواليي يكونوا هن اللي بيشجعوني وبيقفوا جنبي هذا كمان في يعني كتير كتير بيأثر نعم يعني إذا الدرجة الأولى دعم الوالدة ولكن في كتير ناس أهلون بيدعموهم شركات بتدعموهم ولكن ما بيقدروا يوصلوا شو صر بسان إسماعيل؟ يمكن عفويتي طب هذه العفوية بيسان وقعتك بمشاكل صراحة من فترة وطلعت معي بسكايب وقلتك إن شاء الله منلتقي بستوديو البست فستان من الدولارات طبعا الورق وأثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي البعض اعتبروا استفزاز لناس كتير عنده وضع اقتصادي صعب خصوصا بسوريا وبلبنان كمان صحيح هل هو هذا الفيديو مجرد مزحة كانت لا أكتر ولا أقل فكرة جديدة ونفس الوقت مزحة وما بعرف كيف فكروا إن هدول الدولارات حقيقية أنا هلأ معي أكيد مو حقيقية يعني ليه كانت فكرة فستان من عملة؟ ما بعرف هيك فكرة خطرة بباري يعني ورد ما بعرف ورق شجر بس رحتي على شي يمكن يمكن استفزل بعض اي بس أنا صراحة ما كنت بعرف إنه حيستفز ناس صراحة لو كنت بعرف ما عملت هالشي أنا فكرت إنه عادي مزحة وفكرة جديدة طب لم تهجمت بسان زلت لا شو اعتبرتها يعني شو اعتبرت المزوم؟ ضريبة الشهرة في ناس بتعتبر بات publicity is good publicity الدعاية السيئة أيضا دعاية جيدة أنت بتعتبر هيك يعني بتفكري تخديها من هيدا الناحية؟ في فرق لما أنت تتقصدي تعملي هالشي وأنه العالم تفهمك غلط في فرق يعني العالم بهالوقت فهمتني غلط فأنا عادي فيني أطلع أنا طلعت أردي بفيديو ووضحت هالشي وكمان طلعت معي على سكايب ووضحت أنا شو فكرتي من الفيديو خلص تفهمت العالم أو يقول له عم يحكوا بنفس الموضوع بالنفس الموضوع؟ لا لا عرفوا لأنه الشيب النيديا ما بتخلص بالضبط الأقصاص لو رجع فيك الزمن بسانك أنت بترجع بتنبسي فستانة من الدولارات؟ لا أنا ما بحب ضايق حدا شو بتقولي للناس لبعد للحظة عندها عطب عليك وأخدتها بشكل سلبي وعم بشوفوك عبر شو القصة أكيد بقول لهم يعني أنا آسف إذا استفزيت حدا بس هي كانت وجرد مسحة